الله الرحمن الرحيم الله صحيح على محمد ونالي محمد اللهم ترمي وليك حجته من حسن صلواتك عليه وعلى في الهاتف الساعة وفي كل ساعة ووليك وحاضر وقائدان بسم الله الرحمن الرحيم ورد عن الإمام أمير المؤمنين أنه قال ينزل الصبر على قدر المصيبة هناك فرق بين القراءة الواقعية والقراءة التهويلية إذا قرأت الأمور قراءة واقعية لم تضطرب ولم تقلق وإذا قرأت الأمور قراءة تهويلية فإنك تعيش حالة القلق والطراب وارتباك لنفترض أنك أخفقت في الامتحان امتحنت امتحاناً جامعياً فأخفقت فيه أو دخلت مشروعاً تجارياً فخسرت فيه كيف تقرأ ذلك قراءة واقعية القراءة الواقعية تعني الاعتماد على ركيزتين الركيزة الأولى الاستيعاب والركيزة الثانية التأني استوعب الحدث بأن تدرس أسبابه مراحله نتائجه دراسة كل حدث من الزوايا الثلاث الأسباب المراحل النتائج تعني استيعاب مستوى الحدث استيعاب حجم الحدث والركيزة الثانية التأني في الدراسة لا تعجل لا تضخم الأمر لا تحاول أن تسرع لا تحاول أن تبطئ لتكون متأنياً حذراً في الدراسة إذا قمت بهاتين الركيزتين فقد قرأت فشلك وإخفاقك قراءة واقعية أما إذا لم تدرس الظروف دراسة جيدة وصرت تؤنب وتوبخ وتلوم نفسك يعني لم تستوعب الحدث استيعاباً صحيحاً فهذه هي القراءة التهويلية أو أنك إذا لم تتأنف الدراسة وتعجلت وتسرعت سوف تقع في الاضطراب والارتباك هذه قراءة تهويلية حاول أن تقرأ الأمور قراءة واقعية ولدك ارتكب مشكلة ارتكب خطأ لا تستعجل في العقوبة لا تستعجل في الحكم لا تستعجل في المواجهة اقرأ الأمر قراءة واقعية باستيعاب الحدث وبالتأني اقرأ الأسباب اقرأ المراحل اقرأ النتائج بتأنن وحذر وتدريج حتى تستوعب حتى تكون قد قرأت اخفاق ولدك أو خطأه قراءة واقعية نحن مع الأسف دائماً نقرأ الأمور قراءة تهويلية تضخيمية لذلك نعيش حالة من الجزع والقلق والاضطراب الإمام أمير المؤمنين يقول ينزل الصبر على قدر المصيبة الله عادل وما ربك بظلام للعبيد ومغتضى عدالته إذا أصابك بمصيبة أعطاك صبراً بمقدارها فأنت استثمر الصبر إذا حلت عليك مصيبة خسرت أخاً خسرت صديقاً خسرت مشروعاً خسرت جامعةً خسرت وظيفةً أي مصيبة قدرها الله عليك يعطيك صبراً بمقدارها فلابد أن تستثمر هذا الصبر في قراءة الأمور قراءة واقعية لا قراءة تهويلية تؤدي بك إلى الجزع والخوف والارتباك ولنبلونهم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قرأوا الأمور قراءة واقعية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نحن ملك لله والملك يرجع إلى مالكه يوما ما فلماذا نربك أنفسنا ونجزع ونقلق قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة